مكملين معا أحمد السيد يمكن قبل ما نطلع فاصل شفنا الصورة انت وميسي فكلمني بقى عن انت بتلعب مع ميسي كده داخل على ميسي الوضع مختلف طبعا طبعا هو يعني الحدث نفسه وحاجة كويسة كده انت بتلعب برشنونة وديت المرة التانية انت هلعب برشنونة في ومبلي احساس طبعا انت حاس ان انت في وهم انت بتلعب قدام الناس دي طبعا نجوم العالم كلها موجودة فالديز وميسي ويا توري ومجموعة كبيرة موجودة طبعا يعني اكتسب خبرات كتيرة جدا انت في الملعب بتحس ان انت لأ تحرقاتهم وطريقتهم في التعامل في الملعب مع بعض حاجة مختلفة فالله لا لا برضو كلمني على ميسي كميسي ما كان بيمسك الكورة نفضك بص يعني الحمد لله كل يعني لو جبتها يا لاتس كل الكورة اللي جات معايا حمد لله شلتها بس اياه في واحدة انا بلعب مع حد شمال ايوان عايز الواحدة بقى دي انا بلعب ناحية شمال وهو جاي من ناحية الشمال بتاعتهم يعني هو من ناحية عنده واحدة جمعة فاواحدة جمعة ايه بيقول لي ايه بقى خشي متخفش قلت له قالتب معاوني اخش ما تخش انت انت عايزي جدني من هناك عشان ما خش عليه هو قال لي ما تبقاش جبان خش قلت له قالتب ايه ده عندك انت ده هو صباحا هو مين قول لي احمد انت يعني لعبت مع الناس كتير قوي مين كان دايما كنت بتحس بقى من المهاجمين حظه عالي عليك اللي هو مثلا كل ما تيجي تلعب ضده يعني تشاء الظروف انه هو ينفضك او كنتش بتحب بقى تلعب ضده بقى من كتر ما انت يعني بدلك معه جدا يعني لا مافيش والله يعني من ال بستمرار على طريق ان بيقول لي كلمة يقول لي انت او مهاجم بتقلق يعني ما تلعب عليه اي حد خوي بدنيا اكتر احب بتعب زي عمر زكي زي ناس كتيرة زي عبد الحليم علي الناس اللي هي بتجري كتير دي يعني انا بالنسبة لما كان يقول لي جمال حمزة انا احب بالعب على جمال حمزة لكن اللي بيقعد يجري كتير دا بيرهقك اوي في الملعب لا وعبد الحليم كان ايه يعني في ثانية يغفلك ويجيبه وعمر زكي وعمر عمر يعني جل اللي كان فينا في مطش الكاس اربعة تلاتة عمر كان راجع من كسر في مراخيره بس اخد بالك ما هو جمال حمزة اللعيب بقى كرة يعني بص بقى كرة يعمل فيه اللي هو حيث انا احب بالعب على العبت الكرة تبعيني على الكرة لكن ما حبش ألعب على الناس اللي بتجري كتير دي بتنهقني بدنيا بتبقى انت حاس بعدين خد بالك جمال حمزة كان دايما في الدرب بيبقى مطال بس الحمدول ما جابش ولا جم مني يعني كل اللي جمال حمزة كل اللي جمال اللي بيجابه بقى هيأتي الكلمة دايما اللي كل بتحب اسمعها من كل مدافع هيقول لك اللي جوان دي كلها جات بازاي يقول لك لا بس ولا جم مني المطشاط ما كان مزعا ما كانش فراد مزعا المطشاط مزعا كلها موجودة هاتي جوان جمال ما فيش ولا جم مني يعني حتى الجون اللي هو اللي في مطش الكاز دا ما كنتش انا داخل عليه طيب مين السر دي باك اللي كان بيرياحك اكتر واقل جمعة ولا شادي محمد يعني ما انت بتلعب ما تحس ان انت هم طبعا الاتنين جمدين جدا مطشاط ومطشاط مش بنية بقى مطشاط ومطشاط يعني في افريقيا وائل في افريقيا وائل اه في المطشاط اللي هي اللي فيها هرس وفيها ضرب وفيها كده شادي كان عطول يحب يعني شادي الكامل Aufgabe ماتشاط دي نتعرف ونحن كنت تلعب جمينا بكرية تضغط كنا على طول المطش المطش يعني كان ينبع ناك كنا طول المطش بندفع في مطشاط هنا تبقى شادي يعني المطشاط اللي تبقى بنلعب جيد مفتوح شادي سريع بس اعتقد يعني خنائتك مع واقل جمعة أثناء المانش كانت تبقى أكتر من خنائتك مع شادي يعني واقل من النوع اللي هو بيتكلم كتير وبيحب يعلق على كل جورة وفي ده شادي مثلا مش كده واقل هو نسبة الغلط عنده زيرو يعني هو بنعب مرة بيتروجيت فهو بيعكس الملعب نوقف في نصف ملعبنا فرجليه فتحت منه ورح تجاه في ايه في نصف ملعب التاني فأنا ايه فهو ايه تعرف انا بقى بصله ولا هو ايه يعني انا جنبك فالفيرو بيتروجيت خطا فأنا بقوله ايه بقوله وقل طبعا انا هنا وقل قال ليه اعطالك في مساحة طبعا مساحة دا مش راحنا وجون يعني مساحة دي لا طعم بس واقل من الناس من رجالة فعنا هو المجموعة كلها كان عندنا ميزة كويسة اي حدي